في الحقيقة أنه ما يحدث في غزة لا يمكن تسميته إلا أنه حرب إبادة جماعية ضد أهالي غزة العزة بعد استهداف طبعا المدنيين والأطفال وقصف المدارس والمستشفيات وتدمير البنية التحتية تدمير كامل يا جمع صحيح السؤال الآن من يحاسب إسرائيل على هذه الجرائم؟ هل إسرائيل فوق القانون؟ ده اللي هنعرفه ونضفنا الدكتور إبراهيم أحمد وستة القانون الدولي بجماعة عين شام صباح الخير أحدك يا دكتور وأهلا بكم أنا في صباح الخير دكتور هل إسرائيل بالفعل هل هذا الكيان فوق القانون؟ يعني جرائم كثير جدا وجرائم تخطط حتى أنها تكون جرائم حرب يعني إحنا وصلنا لنبش القبور أو فعلا هو كمادي إسرائيل في حكاب هذه المذابح والجرائم الوحشية ناتج عن تقاعص المجتمع الدولي عن تطبيق نصوص قانونية موجودة فعلا سواء في معاهدات دولية جماعية أو في ميساق الأمم المتحدة ذاته أو في الإعلان العالمي لحق الإنسان كل المواثيق الدولية تتضمن نصوص توجب محاسبة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم وحشية وجرائم حرب في فلسطين التقاعص راجع إلى أن القانون الدولي ينقص عنصر مهم جدا وهو عنصر التطبيق الفعلي الذي يستلزم موافقة الدول مجلس الأمن الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن لو دولة منهم اعترضت هم خمس دول لو دولة منهم اعترضت على أي قرار أو إجراء يجب اتخاذه بيوقف على طول هذا الإجراء ولا يمكن اتخاذه وطبعا حضراتكم عارفين أن الولايات المتحدة بتساند إسرائيل مساندة بدون حدود وفي هذه الحرب لم تقتصر على أنها تساند إسرائيل من النواحي السياسية أو دعم سياسي بل هو دعم عسكري بمعنى أنها اشتركت فعلا مع إسرائيل في الخرب ودعمتها بقوات وبمساعدات سواء عسكرية أو لوجستية أو غيرها وبالتالي فهي تعتبر شريكة في الخرب وبالتالي لا يمكن أن تسمح بصدور قرار أو بتمرير قرار أو إجراء من الإجراءات المنصوصة عليها في القانون الدولي فهنا بنجد أن في عجز كامل عن اتخاذ إجراءات منصوصة عليها في ملساق الأمم المتحدة في الفصل السابع ابتداء من المدى 39 من الملساق حتى المدى 50 يتضمن قواعد وإجراءات رادعة لدولة تهدد السلم والأمن الدوليين وهو ما يحدث حاليا فإذن المسألة في القانون الدولي مختلفة عن القانون الداخلي في القانون الداخلي توجد للقانون قوة لأنه يطبق باستخدام السلطة ولكن هنا السلطة في يد من يرتكبون الجرائم فلما تكون الولايات المتحدة شريكة في جريمة من الجرائم الخارب المنصوص عليها في مساق الأمم المتحدة وفي المعاهدات الدولية الجماعية التي انضمت إليها كل دول العالم اللي هي اتفاقيات جينيف لسنة 49 فبنجد أنها هنا القانون الدولي بيظهر عجزه وقصوره عن ملاحقة المجرمين طيب ماذا لو رفعت الولايات المتحدة الأمريكية يدها عن دعم إسرائيل؟ هل تحاكم؟ ما هو طبعا إحنا مش عايزين من الولايات المتحدة غير أنها لا تستخدم الفيتو يعني هو فيه كذا مشروع قرار قدمه لمجلس الأمن بوقف إطلاق النار ولكن الولايات المتحدة بتستخدم الفيتو بشرة وتوقف القرار فيبقى إذن مطلوب من الولايات المتحدة أنها تتوقف حتى عن استعمال الفيتو لأنه هي هنا بتكشف وقها القبيح الذي رفضه الشعب الأمريكي ذاته في الولايات المتحدة توجد في عدة ملايات مظاهرات قوية جدا ضد الموقف السياسي للحكومة الأمريكية الإدارة الأمريكية إدارة فاشلة هي لا تطبق القانون لا تحترم القانون وتدعم إسرائيل دعم كامل مما يمكنها من ارتكاب درائم لا تفوق الخيال لا يمكن أن يتخلل أحد هدم المستشفيات أو اقتحام مستشفيات أو مدارس أو قتل أطفال وهدم المساكن على الأشخاص المدنيين الذين يقتنونها هذا يعتبر هنا امتنع عن مساعدة الضحايا لأنه الضحايا اللي هم تحت الأنقاض يموتوا دفن أحياء دفن أشخاص أحياء هذه جرائم يندى لها الجبين هذه جرائم وحشية يجب أن يقف العالم كله ضد موقف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل دكتور فيدوء حديث حضرتك عن أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكتفي فقط بمسندة إسرائيل بل أيضا قدمت الدعم العسكري لها هي تعتبر دلوقتي شريكة فعالية لما يحدث فيه قتغزة وشريكة لإسرائيل فهل يمكن في يوم من الأيام أن حتى تحاكم المولايات المتحدة الأمريكية هل يمكن أن تعتبر كشريكة في هذه الجريمة؟ ده ممكن يحصل من خلال المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية الحقيقة بتقوم بدور هام جدا في هذا الأمر ابتداء من سنة 21 حينما صدر قرار من دايرة تمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب فلسطين التحقيق في الجرائم الوحشية التي ارتكبت في هذا الوقت من جانب إسرائيل الإختصاص المحكمة الجنائية الدولية بيقوم في إحدى حالتين الحالة الأولى أن يكون مجرم الحرب أو الدولة التي اشتركت في جرائم حرب أو المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم حرب يكونوا من الدول المنضمة إلى الاتفاقية اللي هي اتفاقية روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية طبعا الولايات المتحدة ليست منضمة ولا إسرائيل وبالتالي هذا الاحتمال غير موجود الاحتمال الثاني أن ترتكب الجريمة في دولة عضو من الدول الأعضاء في اتفاقية روما اتفاقية روما بريمة سنة 98 بحمد الله أن فلسطين قبلت عضويتها كدولة عضو وهو مكن من فتح ملف تحقيق في الجرائم الوحشية هذا المال فتح من سنة 2021 وكانت المدعية العامة فاتو بن سودا هي التي قابلت هذا وعرضت الأمر على محكمة تمهيدية لقبول اختصاص المحكمة بهذه الجرائم وفعلا قبل بس قدمت استقلتها بعدها على طول وأغلق التحقيق وده المصاري الطبيعي لأي تحقيق بيفتح مع قوات الاحتلال جولدستون أيضا في جرائم 2008 الأمم المتحدة فتح التحقيق وأغلق التحقيق وتم اتهام رئيس اللجنة مباشرة وأغلق التحقيق ومن قبلها لو هنرجع لسنة 75 برضو تمزيق تقرير من قبل والد الرئيس الإسرائيلي الحالي حايم هيرتزوك مزق هذا التقرير أمام العالم كله التقرير كان يتحدث عن أن الصهيونية هي من العنصرية فإلى ما تستند إسرائيل ما هذه القوة الحقيقة طبعا أن القوة رجع من التأييد الأمريكي أننا ذكرته حضرتك ولكن هنا حتى بعد استقالة بن سودا عين مدائع عام جديد اللي هو كريم خان الموجود حاليا وهو أي مدور مهم جدا وهو خضر هنا إلى حدود رفح وحاول الدخول ولكن لم يتمكن ووسق بعض الجرائم هو مستمر في التحقيق التحقيق لازال موجود دول عدة قدمت طلبات لفتح التحقيق من جديد وفعلا حاليا يوجد ملف لفلسطين في المحكمة الجنائية الدولية الحقيقة أن المحكمة الجنائية الدولية تحتاج إلى دعم يعني كل دول العالم المفروض أنها تدعم هذه المحكمة لأنها تقوم بدور همب جدا لأنها ممكن أن تأمر بالقبض على مجرمي الخارب بما فيهم بايدن وبما فيهم نتنياهو وبما فيهم كل المسؤولين والعسكريين الإسرائيليين لأنه لا يمكن أن يدعي أحد أنه تلقى عمر مثلا من رئيسه بأنه يقتل أو يرتكب جريمة خارب هذا لا يعفي من العقاب وبالتالي أنه من الممكن جدا من خلال إذا الموقف أقوى من الدول العربية ومن الدول المحبة للسلام اللي هي بدأت تزيد حتى بعض دول أوروبية بدأت تغير مواقفها وبدأت نتيجة ضغط شعبي في الكثير من الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها أدى هذا إلى تغير ولو بسيط في مواقف الدول الأوروبية إحنا لازم نبزل مجهود أكبر من هذا من جانب كل الدول العربية للتواصل مع الدول الأجنبية لتحجيم دور أمريكا في هذا الأمر لأن هذه الوسيرة الوحيدة اللي هتؤدي إلى إيقاف هذه المجازر الوحشية التي ترتكب ضد الآمنين والمدنيين والأطفال في غزة دكتور هل تعتقد أنه فيما بعد وما حدث في قطاع غزة هل ممكن أن يكون لي عامل أنه يتم إعادة النظر حتى في ألية تطبيق القانون أو حتى في ألية وضع القوانين الدولية مرة أخرى لأنه زي ما احنا شايفين فيه تعطيل حتى القوانين موجودة لكن فيه تعطيل لتنفيذ هذه القوانين وهل يمكن أيضا قانونا أن يتم تعيين فريق أممي أو فريق حتى لمتابعة الإدعاءات أو الأدلة التي تقدمها إسرائيل إلا على أساسها تقوم بهذه المجازر؟ هو طبعا مسألة تغيير القانون أو النصوص الموجودة حاليا هي النصوص دي منذ سنة 1945 وجدت بناء على انتصار الخلفاء في الخرب على ألمانيا وأنهم حبوا أن يحصلوا على مكاسب نتيجة انتصارهم في هذه الخرب فكانت هذه المكاسب عبارة عن النصوص الموجودة في ميثاق الأمم المتحدة اللي هو بيقرر تميز لخمس دول في العالم اللي هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا فإذا هنا النصوص الموجودة حاليا ده تكريس لوضع كان موجود سنة 1945 المشكلة في إمكانية تعديل هذه النصوص باستلزام مثلا أن يكون القرار بالأغلبية اللي بيصدر من مجلس الأمن أو أنه حتى يكون بنمنع مثلا قط الفيتو اللي بيؤدي إلى عرقالة إصدار أي قرار يحتاجه حفظ السلم والأمن الدوليين اللي هو الهدف الرئيسي لمجلس الأمن فهنا هنلاقي أنه التعديل مشكلته أنه هيقع في نفس المصيادة اللي هو لابد من موافقة هذه الدول لإجراء تعديل فبالتالي التعديل متوقف طبعا فيه جهود كثيرة يمكن بزلها من خلال الدول لابد أيضا من البدء باتخاذ إجراءات حتى لو ما وصلناش لدرجة قطع العلاقات ولكن استدعاء سفير مثلا أو توجيه اللوم إلى سفير الإسرائيلي في أي دولة من الدول الأعضاء الراغبة في أخذ موقف في مواكد هذا العدوان الغاشم الذي لم يسبق له مثيل في العالم يعني إحنا شفنا جرائم وحشية لم نراها من قبل صحيح وزي ما احنا قلت أنه يجب أن يكون هناك تحرك قوي للجنيئات الدولية وبدأت جنوب أفريقيا بالفعل في هذا الأمر تحركت وزي ما الدكتور قال فيه ملف دلوقتي موجود عن القضية الفلسطينية وما يحدث على أرض قطاع غزة خلال هذه الأيام ويجب أن يكون هناك تحرك أيضا من باقي الدول ومن لديه أي مستندات ووثائق تؤكد وتؤيد الحق الفلسطيني أو على الأقل توثق الجرائم التي ترتكب حاليا في قطاع غزة نحن نشكر حضرتك جزيلة شكرا دكتور إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولي بجامعة إن شامس شكرا جزيلا نفا شكرا